موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود لم تترك ثورة يوليو حينما قامت في مصر قبل خمسين عاما آثارها على مصر وحدها وإنما على المنطقة العربية كلها حيث اندلعت في أعقابها ثورة الجزائر ثم ثورات متعددة في العراق ثم ثورة في اليمن وتغيرات مختلفة في أنظمة الحكم العربية في معظم الدول العربية الأخرى والآن وبعد خمسين عاما ما هو حصاد ثورة يوليو في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وماذا بقي منها في عصر العولمة والتسوية مع إسرائيل تساؤلات عديدة حول هذا الموضوع أطرحها في حلقة اليوم على أحد الذين قاموا بهذه الثورة وشاركوا في صناعتها السيد حسين الشفعي عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية الأسبق ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا بعد موجز الأنباء على أرقام الهواتف التي ستظهر على الشاشة بعد قليل وكذلك رقم الفاكس أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net سيد النائب مرحبا بك أهلا يا أحمد قل سنوانت طيب قل الله ما أنتم بخير هل كنت تتوقع حينما قدت سلاح الفرسان ليلة الثالث والعشرين من يوليو للمشاركة في الثورة أن الثورة ستنجح وسوف تسير في المصار الذي مشت فيه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أنا بطبيعتي متفائل وأفاض علي الله سبحانه وتعالى بفيض من السكينة والإطمئنان والثقة في أن الثورة ستنجح ولم يكن ذلك مجرد استشعار ولكن حدث أن تحقق أمرين والأمرين هما مقدمة دائما لقدر الله الأمر الأول هو التأليف بين القلوب فإن عندما عدت من انتدابي من إدارة الجيش إلى سلاحي مرة أخرى سلاح الفرسان لأتولى قيادة هذا السلاح بدباباته ومضرعاته وخيوله لحساب الثورة اعتبارا من أوائل سبتمبر سنة 1951 على أثر لقاء مع جمال عبد الناصر شرحت له مدى ما نعنيه في هذه الفترة بالذات من الصراعات ما بين الصراية وما بين الأحزاب وفي النهاية كان اللي بيدفع التمن هو القوات المسلحة وأنا بكلمه يعني كنت أكاد أكون يعني بستسير أو بستفز أو بأحاول إن أنا يعني أجنده لإني ما كنتش أعلم حتى هذه اللحظة أنه على رأس التنظيم أعرف أنه من الظباط الأحرار كما أني من الظباط الأحرار لم يجب على كل ما قلت حتى أني تصورت أنه غير متابع أو غير مهتم ولكن في واقع الأمر كان متابع جدا وكان مهتم جدا ولم يأتي الغروب إلا ووجدت وقد أرسل لي الدكتور صروة عكاشة ليبلغني بتكليفي قائدا لسلاح الفرسان لحساب الثورة اعتبارا من اللحظة ثورة يوليو حملت أهداف ومبادئ عليا شاملة فيما يتعلق بالديمقراطية بالاستعمار بالوضع الاجتماعي بكل ما يتعلق بالجوانب التي من المفترض أن تقوم الثورات من أجلها لكن لم يتحقق الكثير من تلك المبادئ ما هي في تصورك الأسباب التي أدت إلى عدم تحقق الكثير من أهداف ومبادئ الثورة أولا يعني قيام الثورة ده قدر و يعني إذا كان انتهى في يوم 26 يوليو بإخراج الملك وطبعا إخراج الملك ده ليس من سلطة أحد إلا الله سبحانه وتعالى كان واضح في ذهنكم من أول يوم أنكم ستخرجون الملك؟ والله يعني دايما يعني الصورات بتتتابع وبتتواصل فطبعا إحنا يعني سبق لصورة عرابي إنها يعني لم تحقق الهدف النهائي ولكن هي كانت بداية وبداية جريئة وكان بقاء الخديوي توفيق كان مركز لتجمع القوى المضادة ضد الصورة العرابي وعشان كده يعني كان دايما كان الدرس المستفاد الأول إنه يعني وجود الملك وجود النظام الملكي يعني من الدروس الأساسية للتخلص من مصدر الخيانة أو مصدر التبعية تكلمت سيادتك عن نقطة مهمة هي نقطة تألف أو تأليف القلوب ويقولون أن الثورات تأكل أبناءها هل أكلت ثورة يوليو أبناءها حينما لم يتبقى حول جمال عبد الناصر حين وفاته إلا اثنين فقط من أعضاء مجلس قيادة الثورة هما أنت وأنور السادات من نسبة للتأليف بين القلوب فأنا عندما عدت من إدارة الجيش إلى سلاح الفلسان في عشرين من أكتوبر سنة واحد وخمسين يعني تحلق حولي والتفة الزباط الصغار اللي هم آموا بالدور الأساسي في تنفيذ الثورة واستشعرت في وقتها أن التأليف بين القلوب هو المقدمة لقدر الله حتى أن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب رسوله قائلا وإن أرادوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أما عملية أن الثورة بتأكل أولادها فكل إنسان مربوط بقدره في ناس يعني جايز لما تعجبوش حاجة ياخدها شخصيا فطبعا استقلتك تئبة تعبيرا عن أنه لحد هنا كان احتماله في الاستمرار لكن لم يكن هذا دفعا من أحد لكن ألم يتخلص عبد الناصر منكم الواحد تلو الآخر كل من كان يعارضه كان يتخلص منه عمره ما أقال حد إنما اللي خرج خرج مستقيم هو الذي دفعه الياب وأنا يعني طبعا مع تقديري لحسابات كل شخص بالنسبة للقرار اللي بياخدوك إنما أنا سر ثمراري إن عمره ما خدت موضوع بصفة شخصية لاعتبارين الاعتبار الأول إنني كمؤسس وكصاحب بيت كنت بس تكتر إن أنا أسيب بيتي وأتخلى على المسؤوليتي يعني أنت كمؤسس وصاحب بيت وأنت الآن ربما تكون مع السيد زكريا محيد دين وهو لا يتكلم لا للصحافة ولا للإعلام أنت الآن رمز لثورة يوليو ولإنجازات الثورة هل تعتبر نفسك أيضا مسؤول عما توصف بإخفاقات الثورة؟ عما توصف بإيه؟ إخفاقات الثورة أو سلبيتها يعني أصد تحديد المسؤولية وتحديد الحساب ده مش من اختصاصنا ده اختصاص الله سبحانه وتعالى واختصاص البشر طالما تعملون في العمل العام يعني إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم وأنا أحبش أتكلم في الكلمة دي لأن دي اختصاص أكبر من مستوانه سيد النائب الأهداف التي أعلنتموها والأشياء التي سعيتم للقيام بها أنت حملت رأسك على كفك من أجل مصر ومن أجل الشعب المصري هل تشعر بعد خمسين عاما أنكم حققتم لهذا الشعب ولهذه البلد أو أن الثورة قد حققت له ما قامت من أجله؟ أنا أعتبر أن دي مرحلة من مراحل النضال عبرت عن إرادة شعبية عندما تكمع الشعب حول الجيش بعد أن نجحت حركته في 23 يوليو وأن هذا التجمع هو اللي وضع كمان مسئولية مضاعفة بالنسبة للآمو بالثورة هل لازلت تعتقد أن شرعية ثورة يوليو مستمرة وأن الثورة مستمرة أم أنها توقفت عند وفاة جمال عبد الناصر الثورة دي روح ما فيش حاجة اسمها توقف إنما هي يعني زي ما تكون النار تحت الرماد محدش حاسس بيها يعني أنا بس أشعر أن كل حركة من الحركات الموجودة النهاردة هي يعني تكسيد لاستمرار الثورة يعني أنا لما رحت ودعيت إلى أن أنا أعمل حوار في فضائية المنار في لبنان في لبنان اللي هي بتعبر عن حزب حزب الله شعرت أن الثورة قائمة وشعرت أنها ما زالت نابضة ومستمرة وإن روح الفداء وروح التضحية لا تنتهي ويمكن ربنا اللي أيد الثورة هذا التأييد المنقطع النظير عند قيمها يمكن هو بتدبير المحكم بهد اللعب بس في مصر على ما يصحي العالم الإسلامي لأنه هو بيقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ولذلك أنا بعتبر أن كل ما بيحدث مش بس في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي إفريقيا وفي أسيا كل ده يعني قدر لكن سيادة النائب إذا إحنا بنقف الآن عند خمسين عاما في ظل هذا المفهوم بعد خمسين عاما الآن هناك مآزق كبرى تعيش فيها مصر هناك مآزق سياسي حينما ألغيتم الملكية وأقمتم الجمهورية لم تحققوا الأساس الذي تقوم عليه الجمهوريات وهو العدالة أين ما هي أسباب عدم تحقق العدالة حتى الآن في مجتمع الجمهورية بعد خمسين عاما من قيام الثورة وإلغاء الملكية وتحويل النظام الجمهوري الذي يقوم على العدالة التي لا يلمسها المواطن المصري البسيط العدالة يعني ده البند اللي هو إقامة عدالة اجتماعية صح في أزمة اجتماعية في البلد لكن الثورة قامت لتصحيح أو ضع خطئة بالنسبة لمجتمع النصف في المية وإحنا يعني في حياتنا في الجيش يعني كنا بنعاشر ونعايش أفقر فئات الشعب يعني نتصور بقى اللي كان بيخش في الخدمة العسكرية هو اللي كان أهله مش قادرين يشترهم إعفاءه من الخدمة بعشرين جنيه فإحنا عيشنا الناس اللي هي أولى بالرعاية ولما قامت الصورة كان ده يعني هدف أساسي إن احنا نتطلع إلى أولئك اللي ملهمش سند لما قضيتم على الإقطاع أما ترى بعد خمسين لم يكن إلا لهذا المعنى أما ترى الآن بعد خمسين عاما أن الوضع تغير وربما الصورة القديمة عادت ومجتمع النصف في المية ربما عاد مرة أخرى وأكتر ما هو السبب السبب إنه اتسرقت الصورة كيف اتسرقت الصورة سرقت الصورة لأنه ومن الذي سرقها اللي سرقها المتأمرين على على مصر على مرور الزمن القوة الكبرى وضح لنا سيادة النائب معلومة خطيرة وكلمة محتجة فا يعني حرب سبعة وستين دي ليه قامت قامت لأنه بقت في إرادة حرة في مصر لأول مرة وهذه الإرادة الحرة لا تستسغها القوة الكبرى وعدوا في تنافس مين يسبق عشان يكون له موقع قدم في مصر إلى أن انتهى الأمر بيهم إلى أنهم أكدوا الوفاق فيما بينهم عندما ضربونا في سبعة وستين وده اللي دفعني في اتنين وسبعين إن أقول إن ما حدث في سبعة وستين كان خيانة وكانت مؤامرة اتفقت فيها الأطراف واستدرج فيها من استدرج وجاز الأمر على السدج لكي نعيش النتيجة هذه الهزيمة هزيمة سبعة وستين التي تقول أنها مؤامرة وأنها استدراج استدرج إليه وخيانة كلمة خطيرة لاتهم الناس بالخيانة لا أنا الكلمة عندي مفيش فيها خطور أنا بقول إلا حسد بي أنا يعني منيش شخصية بسيطة علشان ألقي بالكلام على عواهنه أنا أقصد البعد بتاعها لا كلمة خيانة أنا شفتها في المطار يوم خمسة يونيو عندما كلفت إن أنا أصطحب الفريق طاهر يحية رئيس وزراء العراق في هذا الوقت عشان نزور مطار فايد الذي كان فيه كتيبة عراقية بصفة رمزية وكان من بين أفرادها ابن رئيس الجمهورية في هذا الوقت عبد الرحمن عالي تحركنا من مطار المازة الساعة تمانية لنصل فوق مطار فايد فوق مطار فايد الساعة تسعة للربح وكما لو كنا على موعد مع أول طلعة للطيران الإسرائيلي لدرجة إن احنا أو أنا على الأقل تصورت إنها طائراتنا يعني بتحلق عشان ترحب بالضيف اللي بيزور المطار وما أن وصلنا واستقرت الطائرة على الأرض إلا ووجدنا قنبلتين على مسافة خمسين متر من الطائرة بتستهدف مدرج المطار حتى لا يكون صالح لما نزلت لقيت الطائرات الجناح فوق الجناح مرصوصة جاهزة فده أول انطباع أدى بيه عندما شفت الطائرات يتم القضاء عليها تباعا طيارتين وراء طيارتين مع كل طلعة وكل طلعة كان ما بينها وبين الطلعة التانية ما بين عشر دقايق وربع ساعة وعدد الطائرات ما بين ثلاث طائرات وأربع طائرات سيادة النائب تكلمت عن وجود خيانة في هزيمة العام 67 وهزيمة العام 67 هي التي كرست شرعية إسرائيل ووجودها في الوقت الذي حملت فيه ثورة يوليو أحد شعارتها وأحد مبادئها القضاء على الاستعمار لكنها للأسف قبل أن يموت عبد الناصر سيطرت إسرائيل على كل فلسطين 67 يعني كان هدفها الرئيسي القضاء على جمال عبد الناصر وعلى نظام وعلى الثورة يعني وطبعا بمعنى آخر نظامه يعني الثورة وطبعا في أسباب أخرى نجحنا في عملية مضاعفة الدخل القومي في خطة اللاكتي كانت تبدأ من ستين لسبعين كان شيء مزعق جدا للاستعمار لأننا حققنا ما لم يكن يخطر على بال أحد ولذلك إسرائيل كانت تخشى من التقدم الاقتصادي وأننا نقبى وقفين على قاعدة متحررة اقتصاديا أكتر من أي شيء لكن سيادة النائب في الجانب الاقتصادي الآن في أزمة اقتصادية كبيرة في مصر هي إفراز أيضا لسياسات الثورة كما يكون منتقد الثورة والله إذا كنت عايز أنت بقى لتقيم المسائل اتكلم انت أنا بسأل سيادتي لا أحب أقول لك إن من ضمن الأسباب الرئيسية لـ 67 نجاح الثورة في بناء أساس اقتصادي قائم على أسس سبتة ومتينة ولذلك حب يتخلصوا من هذا ويتخلصوا من جمال عبد الناصر ومن نظامه ولذلك استعانوا بخيانة من الداخل وتآمر ما بين أمريكا وروسيا عشان يعوضهم ما فشلت فيه فرنسا وانجلترا ويقبى العملية بترجع لحسابهم هم اللي منتصرين في الحرب العالمية الأخيرة ولكن مع هذا بعد خطاب التنحي كانت صدمة للشعوب العربية نستهم الهزيمة وفكرتهم بالمستقبل وتشبسوا بالقائد اللي يستطيع أن يتولى القيادة بكفاءة وبقدرة وبمهارة بعد الهزيمة بعد الهزيمة من 64 مؤتمر بتاعة الخرطوم أيد هذا ولذلك يعني أعداءنا قالوا دول بيهللوا للمهزوم وحقيقة الأمر إن هي ثقة فيما يعني تم في مراحل الثورة من حاجات تتجاوز كل تقدير بالنسبة لأكثر الناس تفاؤل ولكن هل حققوا الهدف بأن هذه الهزيمة قضت على جمال عبد الناصر أبدا الكل يقول قضت علي لا أبدا الناس تشبست بجمال عبد الناصر بعد الهزيمة عشان يتولى المسئولية وبعدين طبعا هدفهم ما تحققش جمال عبد الناصر ممشيش نظامه استمر بقى فيه تصميم على الانتقام وعلى الثقر ولذلك المعارك اللي حصلت سواء من إعادة بناء القوات المسلحة أو إقامة قعدة الصواريخ ثم حرب الاستنزاف اللي علمت العالم كله كيف يكون التصدي لإسرائيل في حرب غير نظامية كادت تقضي عليها لولا إنها استنجدت بأمريكا علشان تنقذها بمبادرة روجر وافئ عليها عبد الناصر وافئ عليها علشان يكمل قعدة الصواريخ لكن غير كله سياساته سياساته ايه المواجهة مع إسرائيل لا لهم بعد ما فشلوا في إنهم يقضوا على جمال عبد الناصر وتصميموا على إنه يسأل لما حصل في 67 ما كانش قدامهم بقى إلا إنهم يأكدوا الوفاق ويجيبوا واحد زي أنور السادات يفرضوه على جمال عبد الناصر عشان ينفذوهم اللي ما قدروش ينفذوه عن طريق جمال عبد الناصر السادات كان خيار عبد الناصر كان خياره الظاهري ولكن انت ما تعرفش إذا كان حصل عليه ضغوط ولا ما حصلش لأنه محدش أعلن لا من الطرف اللي ضغط عليه ولا جمال عبد الناصر أعلن إن حد ضغط عليه بس سيادة النائب دي بتشكل مسؤولية كبيرة على عبد الناصر لا مش مسؤولية كبيرة ومحمد علي لما أكبروه على إنه يساحب من كل انتصاراته في قنية سنة 32 ضد الأتراك و39 في الحرب الفاصلة الصاحقة الماحقة اجتمع مؤتمر لندن سنة 40 عشان يفرض عليه إنه هو يتنازل عن كل انتصاراته وتقبع حدوده عند عكا ودوده عشر تيام علشان يعني يجيب هل ذا كان يعني استجابة للواقع قوة الكبرى بتحكم وبتتحكم ولكن إحنا لازم ندرك إن إحنا كفاحنا ونضلنا هو الأساس يعني فقدان الإرادة كان على أدين عبد الناصر حينما وافق والله أنا بقول إنه حصل ثلاث انقلابات في سنة 69 اللي هي السنة اللي شهدت حرب الاستنزاف اللي كانت يعني أمجد مرحلة من المراحل اللي أعادت السقة بالنسبة للمقاتل المصري ويعرفت إسرائيل اللي هي لا تستطيع أن تجابه الحرب غير النظامية ومأت الإسرائيل هو في الحرب غير النظامية وفي إرهاق الوجود الإسرائيلي فدائيا وسياسيا واقتصاديا وفكريا وثقافيا وعلميا إحنا لما يعني بعددنا ما يقدرونش يقف قدامنا إحنا بتاريخنا وبثقافتنا وبامتداد أراضينا وبثرواتنا لا يمكن أبدا إسرائيل تقدر تقف قدامنا ولذلك هي أخوف ما تخافه هي الحرب غير النظامية قدت لي فيه ثلاث انقلابات وقعت في 1969 الانقلاب الأول هو بتاع جعفر النوميري في 25 مايو في السودان إيه قيمة هذا الانقلاب وتأثيره تغيير الخريطة السياسية في المنطقة قبل التخلص من جمال عبد الناصر ونظامه لأنه طبعا انتهت العملية بيموت جمال عبد الناصر يا إما يعني لأنهم فشلوا في القضاء عليه بالتآمر فما كانش قدامهم إلا إنهم يجيبوا من يستطيعوا عن خلاب من خلاله أن ينفذوا كل أهدفهم وعشان كده الانقلاب الثالث أنا بعتبره تعيين أنور السادات يوم 20 ديسمبر نائبا للرئيس إلى هذا الحد آه إلى هذا الحد وأكتر من هذا الحد ما كانتش تيجي جريدة زي الواشنطن بوستو تقولي الكلام اللي قالته بعد ما اخدت منه كل حاجة في 76 قالت إيه قالت إن السادات اتزرع كعميل للمخابرات المركزية الأمريكية منذ الستينات بلا أنا عن طلبه ليضمن دخلا ثابتا وكانت تعطى له مخصصاته من خلال كمال أذهب آهد التاريخ إحنا قلنا دوتنا ونحن والله أنا بقول هذا الكلام علشان إذا كانت الناس عاشت في غيبوبة وفي تعتيم إعلامي طول هذه الفترة أنا كسائل ما بأجد إن أنا مسؤوليتي إن أنا أحر للأزان بعد ما اشتركت في تحرير الإرادة في سنة 52 هل تعتقد إن هذه الإرادة لازلت حرة؟ والله يعني أنت متعرفش القدر متعرفش بكرة يحصل إيه وإنت في ظل تدبير إلهي محكم له خطواته ويمكن هو عمل هذا علشان برد الفعل رد شامل في البلاد العربية والبلاد الإسلامية التي لا يمكن أن ترصدي هذا الهوان اللي احنا عايشين فيه النهاردة إيه اللي قدنا لهذا الهوان؟ اللي قدنا التآمر والخيانة طب ما قبل ما تقوم الصورة محدش تآمر على مصر ليه؟ كان مصر دايما بيتآمر عليه؟ لا أبدا عمر ما حد تآمر مدام العملية سكنة ومستقرة زي المية اللي وقفة ما حدش هيكلمها إنما أول ما تتحرك ويبقى لك إرادة وتقف على رجليك ويبقى لك فاعلية ويبقى لك وزد ويبقى لك تأثير هنا تبتدي المؤمرات هل وصل الحد إلى سلب الإرادة؟ عمر الإرادة ما تسلب بالضبط إنما هي بتختفي إلى حين والصورة اللي ما تحققش كل أهدفها لابد أن تنبئ بصورة أخرى تستكمل المسيرة قلت لي فيه ثلاثة انقلابات في سبعة وستين وكلمتين عن اتنين لا قلت لك التالتة هو تعيين أنور السادات التانية ما قلتهاش ليه؟ قلت لي السودان لا وفي ليبيا واحد سبتمبر هي بهدف تغيير كل كبرى اللي تقف وراء هذه المقلابات طبعا هل ليبيا دي مليون ونص تقدر تعمل انقلاب يقف قدام أمريكا وتطلع القواعد الأمريكية منها؟ الآن في أزمة سياسية أزمة اجتماعية أزمة اقتصادية ثلاثة أزمات بعد خمسين سنة قمتوا أنتوا من أجلها والآن بعد خمسين سنة موجودة بشكل أنت ذكرت أنه أكبر من مكان موجود عشان بعد ما فقدت الإرادة بوجود أنور السادات الذي تطوع أن يذهب إلى الأدس في هذه الرحلة المشؤومة اللي بعدها جات كم ديفيد وباقية التنازلات من بعدها إلى أن أصبحنا بنتسول السلام في مأدومة اللي آهم عبد النصر لو ما كانوا كانوا يعمل كده؟ ما أردش على سؤال لو لو دي ما لهاش وجوده بالنسبة لي قبول مبادرة روجرز كان مقدمة لا أبدا ده يعني تصرف بالنسبة للواقع الموجود لاستكمال قاعد الصوريخ زي ما قلت لك هو أيضا قبل الواقع السادات؟ قبل الواقع في بعض الظروف كان بيقبل قبول الواقع اضطرارا استعدادا للانتقام ولذلك قالوا لا إذا كان والله يعني حيقود المعركة بهذه الروح اللي أعدت بها بناء القوات المسلحة وإقامة قاعدة الصواريخ وبدأ حرب الاستنزاف يقول على إسرائيل السلام فلازم يقضى عليه يا إما هم اللي موتوه يا إما كانوا متأكدين من موته وييجي أنور السادات عشان ينفذ لهم البرنامج المصروف يعني الثورة انتهت بنهاية عبدالنان ما فيش حد يا بتنتهي الثورات دي عملية روح موجودة في الشعوب ولن تنتهي أنا اللي شفته في المنار وشفته في جنوب لبنان لما زرته عرفت أن الثورة أثارها ما زالت باقية وما زالت مستمرة اللي حصل في إيران نوع آخر من الثورات إحنا كنا دايما نقول إن الثورة يا إما تقوم بواسطة الجيش أو إن الجيش يكون يعني محايد أو يكون مساند إنما النتيجة ثورة تكتسح الجيش والسفاك والأمريكان والشاه ده العمل الجديد وتأكد إن الثورات بعد كده حتكون من هذا القبيل يعني لازال هناك مجال لقيام ثورات مية المية لأن الثورة مدام ما حققتش أهدافها لابد أن تنبئ بثورة قادمة يعني أنت تعتقد أن أهداف ومبادئ ثورة يوليو سيظل بإحنا الناس ما زالت قائمة وحتستنى فوق دماغ كل من هو كاره لهذا دعمتم ثورات كثيرة بعد 52 ثورة الجزائر اندلعت في الأول من نوفمبر 54 ثورة العراق في 58 و63 طبعاً ومسلسل انقلابات في سوريا طبعاً لأن كنا يعني عشان مصر تتكلم بوزنها مش بحجمها لازم يكون لها عزوة ولذلك كان اندفعنا في مساندة أي تحرك نضالي وأي ثورة كان بندور على العزوة اللي نقدر يعني نتكلم بوزنها ولذلك كان كل هدفهم انهم يحصنهم هذا التجمع أنا معي من الجزائر أول رئيس للجزائر بعد استقلالها الرئيس أحمد بن ملا سيادة الرئيس مرحباً بيك أهلاً وسهلاً ونحن نحتفل هنا بالذكرى الخمسين لثورة يوليو وأنت جئت إلى مصر في العام تلاتة وخمسين أقمت علاقات قوية مع عبد الناصر مصر وقفت إلى جوار الجزائر وأعتقد كما ذكرت لي في لقاء سابق لو لا الموقف المصري لربما تأخرت ثورة الجزائر أو لم تقوم بجبها تقييمك سيادة الرئيس الآن ومعنا سعدة النائب حسين الشفعي وهو شارك في الثورة وكان أحد صنعيها بأثر ثورة يوليو عليكم في الجزائر الله يولن بيودي يعني تبلغ للآخر سابقاً شافعي كل تقديري كل مودة الأخوية وكل أنا يعني مفتعاً بالمشاعر الأخوية بالنسبة للآخر لي بقى حققة صادقة لرسالته لانتماءاته الناشرية يحييك ساعت طورة طورة المصرية طورة الضباط الأحرار هي تعتبر يعني طورة جزائرية رادفة لهذا الثورة لأنها وقعت تقريباً سنتين يعني ما بينهم نعم بالنسبة للطورة الجزائرية حناك جزائرين على كل حنا تكلم عني اللي يعرفه يعني نعم نعم كنت من المسؤولين يعني احنا لو لا ثورة المصرية لا كنا نتعب وربما الثورة كانت حتى الثعقر يعني فاحنا لمدة سنتين ونص ولا حد يعني ولا حد أنا نقول ولا حد في العالم ما عدى العرب اه الذي يعني يمكن ان يقال بان نقدم شي للثورة الجزائرية لا لتحض صفيت ولا صين ولا مصر مصر فاقت لمدة سنتين ونص وهذا كان كافي على ان الثورة نجحت يعني الثورة ما نجحت من بعد سبع سنين ونص الى اخر لا نجحت في السنتين ونص الاولى والدليل وهو الفرنسيين طلبوا مننا ان ندخل في مفاوضات بوسط الاق جمال في مصر بالذات جاءتين وزير الخارجي الفرنساوي وابتدات المفاوضات لمدة شهرين وبعدين انتقلنا الى يوغوسلافيا لمدة شهر ونص شهرين وفي النهاية في روما ووصلنا لصيغة صيغة متى اعتفاق وفي هذه المدة بكل صرحة الجزائر ولا استلمت اعانة من اي كان عاطفية من اخوان العرب لكن عملية من طرف الثورة ثورة يوليو ومن طرف الاخ جمال عبد النصر والاخوان اللي كانوا من حوله هذه شهادة احنا كجزائرين لا ننسى ابدا ليد البيضة لمصر ولي ثورة يوليو ومهما يقال والله كل الناس تتكلم على جمال الا احنا الجزائرين امام الله انت تحبه كثيرا لا مش احبه انا الرجل انا عرفته يا اخي عرفته عن قرب مش من بعد او شي وعرفته ايام اشكرك سيدة الرئيس على هذه الشهادة الهامة سيدة النائب تحدث عن ان لو لا مصر سنتين ونصف كاملتين من عمر ثورة الجزائر والدعم من مصر وحدها وليس من اي مكان اخر ولولا مصر ربما تأخرت ثورة الجزائر او لم تقم بما قامت الله يعني لا يفوتني في هذا المجال الا اننا يعني احيي الاخ المناضر العظيم احمد بن بيلا على كلماته وعلى تقديره وكما هو يقدر ثورة 23 يوليو انا بدوري اقدر بتقدير عظيم جدا ثورة الجزائر ثورة المليون شهيد وبرك الله في بن بيلا وكفاحه واثار هذا الكفاح على تحرير الجزائر بعد 50 عاما هل تعتقد ان مصر والعالم العربي تحررت تحررا حقيقيا من الاستعمار في ظل ما ذكرته وعند دور الاستعمار في تأييد والقيام ببعض الانقلابات في المنطقة المحاولات يجب ان لا تتوقف واذا كانت يعني حتى اذا كانت ثورة 23 يوليو لم تنجح عند قيمها يكفي انها عبرت ان فيه ناس في 52 كانوا مستعدين انهم يضحوا بحياتهم في سبيل تحريك واقع المنطقة العربية الازمة الاجتماعية الموجودة الان والموضوع الاجتماعي كان موضوع اساسي من الموضوعات التي قامت فيها الثورة وكما ذكرت موضوع النصف في المية كيف يتم علاج هذا بعد خمسين عاما بعد خمسين عاما لازلنا محلك سر كما يقال في نفس الوقت الذي قامت فيه ثورة يوليو حصلت بعض الدول على استقلالها مثل ماليزيا مثل كوريا الجنوبية مثل سنغافورة الان هذه قمتوا للقضاء الأمية الأمية لازلت موجودة ما الذي تم خلال خمسين عاما مصر لعلمك هي المكان القائد في العالم وانا ما بقولش ده على اني مصري لا لان لو عملت قطاع مستعرض في تاريخ البشرية تجد ان مصر هي محول الاحداث كلها واذا مر عليها فترة يعني ضعف في دورات الزمن فلابد ان تتصارع اقوى القوة مين يسبق عشان يكون له موطق قدم في هذا المكان القائد وإلا ما تبقاش اكبر قوة وذلك بمجرد ما تم الجلاء التاني للانجليز في 23 ديسمبر سنة 56 طل علينا مبدأ ايزنهاور في سنة 57 لملء الفراخ وهذا هو اللي خلى يعني حديث زي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيعتبر ان مصر هي نقطة الاساس فقال مصر كنانة الله في ارض يعني ايه كنانة يعني جعبة السهام اللي ترد العدوان مصر 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 اللي حيخلص على اليهود مصر بالقيادة ربنا يبعد ان القيادة دي مش من امري ولا من امرك الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الامور انما الملك ممكن اي حد يتولى الملك قل الله هم مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء تفتكرش ان الثورة لما قامت ونزعت الملك من اسرة محمد علي اللي قعدت متربع على العرش من سنة الف وتمنمية وخمسة يعني ده كان يعني مجرد تدبير الزباط الاحرار ده احنا مجرد جنود لله بننفذ ارادته لكن لم تنفذوا هذا لا نفذناه خرجنا الملك خرجت الملك واقمتوا من نظاما استبداديا لا يقل عما كان انت بتقول عليه استبدادي لانه بعادة البناء انتوا في ايده في المية مش زي اللي في ايده في النار انتوا بتكلموا من خيال انتوا بتكلموا الناس مش حاسة طبيعة المعركة من الخارج ومن الداخل في دول زينا قامت في نفس الوقت وحقفت ما لم نحقق تأكد لكل الدول اللي حققت دي لاغراض سياسية القوى الكبرى بتساعد على ان تقيم هذه الكيانات عشان تتصد مثلا للصين وحجمها اليابان وروسيا ووجودها ده كلها دي تكتيكات سياسية انما مصر عشان هي قلب العالم العربي والاسلامي من اخطر ما يمكن لان احنا عندنا قوة جذب مش موجودة في اي بلد تانية لان هذا الشعب شعب متجانس بكل فئاته ولم يسمح ابدا لأي عنصر داخل او كيان غريب يتوجد في داخله لكن سيادة النائب يعني بعد قيام الصورة حصل عزلة كبيرة بين الشعب وبين الضباط الان في الوضع اللي احنا فيه الان مصر دائما ولادة دائما في الازمات يوجد العقول التي تقدم المشورات الان بعد خمسين سنة حتى ربما لا توجد العقول التي تساعد على اخراج مصر من ازمتها وكل هذا كما يقول بعض المراقبين المنتقدين للثورة هي افرازات الثورة وسلوكها والله اللي بينتقد الثورة هم اعداءها كل اللي بينتقد الثورة هم اعداءها انت عارف اللي بيقولك اللي يوضيك زي اللي ما يوضيكش هو بالظبط كده يعني هل هل يعني التشكيك مثلا في ابناء مصر ايضا المخلصين اللي بتكلموا عن هذه الاشياء هو المخرج يعني هل من ينتقد الثورة انت انت لا تنتقد حاجة تانية لأن أنا يعني حتى انتقادي حيكون انتقاد بالناء إنما كل الانتقادات بنسمعها انتقادات هدامة أنت عارف يقولك عدوك يتمني لك الغلط وحبيبك يمدغ لك الظلط أنا لا بامدغ الظلط ولا بتمني الغلط لكن بعد خمسين سنة أما يجب الأمر أن نقف وقفة فعلا تصحيحية وتصغبية كما ذكرت أنت أنت تتصور أنك أنت مدبر الكون لا سبحان الله لكن ده له رب وإذا كنا بنبص للعولمة إن هي باقص ربنا لا مش ربنا ربنا هو اللي خلق أمريكا وهو اللي حيخلص على أمريكا وهو الذي سخركم أيضا لتقوموا بما كنتم طبعا ولابد من تسخير رجال سواء لتقييم الموقف أو للنهوض وتحقيق المبادئ أو لإشاعة الهزيمة للواقع المهبب اللي احنا عايشينه نهارك لا احنا مش عايزين نشاعر الهديمة احنا عايزين نخرج من هذا الواقع يلا وريني شطرت ايدي على ايدي لديك تصور للخروج من هذا الواقع؟ طبعا ما هو؟ هو إرهاق الوجود الإسرائيلي ليس عسكرية ولكن فدائية ليه؟ لأن هي لا تستطيع أن تواجه الحرب غير النظامية وهي قالت كده علماءها ومفكريها قالوا ما قتلنا في حكتين الحرب غير النظامية زي حرب الاستنزاب وزي الانتفاضة الأولى والانتفاضة التانية والنضال النضال الغير عسكري هي كلها أمنيتها أنها تستدرجنا إلى معركة عسكرية بتملك فيها التفوق اللي بتضمنه لها أمريكا إنما هل هي تقدر تواجه ألف ومئتين مليون مسلم لو تحركهم لنتيجة أنها تنفذ سياسة إرهاق الوجود الإسرائيلي في كل المجالات؟ إزاي الشعب يقوم بهذا؟ في ظل وجود اتفاقيات تسوية ووجود علاقات؟ إحنا ما بنتكلمش عن الأنظمة إحنا ما بنتكلم عن الشعوب الشعوب حتتحرك في يوم من الإيام مهما كانت إرادات الحكام ولذلك جمال عبد الناصر ليه ما زال اسمه بيطبل في كل البلاد العربية لأنه كان بيخاطب الشارع ويخاطب الفرض العربي وما كانش بيعتمد على الأنظمة ولذلك سحب الأرض من تحت رجلين الأنظمة تعالي وريني بيت في العالم العربي ما فيه وش سورة جمال عبد الناصر بس هذا ليس دليلاً؟ لا دليل قولي دليل مضاد عن هذا طبعاً التآمر لازم لأنه هم ما يحبوش حد واقف على رجليه ولا له إرادة هم حربونا في سبعة وستين لأنهم شافوا من ستة وخمسين ما كانتش لحسابهم ده واحد والحاجة التانية إنهم هم عايزين بل الأعمالية لحسابهم هم ولذلك يعني تأمروا للقضاء على جمال عبد الناصر أساسي فلما ما قضوش عليه حاول للآخرين يعملوا انقلابة على الصور وعلى النظام فلما تم الأبض عليهم ومحتمتهم وأنا كنت رئيس المحكمة ما بقاش بقى في حال لازم نتتحط النقط على الحروف وإحنا بقى لازم نحقق الهدف وننتهي من عبد الناصر ونجيب واحد طوع ينفذ كل اللي إحنا عايزينه عبد الناصر اللي جابه جابه ويمكن تحت ضغط هذه القوة لا يبرق سحب لا يبرق إنت وإنت اللي حتحكمه ده ربنا هو اللي حيحسبه إنت مين إنت علشان تقول ربنا مش حيبرقه يا لا لا أنا ما بقولش كده إنت مش حتبرقه ما تبرقوش يا فندم أنا إنسان على العموم هو لهوز واعتبار ما زال بيخيث القائمين على الأنظمة كلها ولا لا طبعا لا أنا أقدر أقول لا كويس اللي اعترفت يلا خلصنا بقى دكتورة صامي العريان نسمع عمود أخليط تفضل يا دكتور السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام الحقيقة أنا مندهش من الطريقة اللي بيتكلم بها سيادة النائب وتوزيع الاتهامات يمينا وشمالا لكن أنا حرف عند النقطة الأخيرة اللي هو بيقولها طرما أنه بيتكلم عن الحساب بين إيدي الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل والذي تحاسب للجميع وأنه كان رئيس محكمة لتحاكم الإخوان المسلمين أنا بسأل سؤال هل ضمير مستريح لإجراءة سير هذه المحاكمة والأحكام القاسية جدا التي أصدرتها وهل هو ضمير مستريح بعد هذا العمر الطويل وهو على أبواب لقاء الله عز وجل على هذا الصدام الدامي وعلى المبرر اللي بيقولوا أنه هم كانوا عايزين يطيحوا بعض الناصر ويأتوا بأحد مكانه هل هناك دليل يقيمي ثبت لديه مما جعله يصدر أحكاما بالإعدام على ناس من خيرة الناس في هذا البلد هو نفسه قال في شهادته على العض أنه هم عرفوا سر الثورة وأتمنوا عليه ولم يفشوه وهل يعرف هذا السر الخطير إلا شركاء في هذه الثورة شكراً كيف أطمأنّا ضمير سيد النائب وهو كان رئيس محكمة إلى وجود مسدسين في قضية واحدة كانت قضية منظورة أمامه واحد انضبط ماركت براونينج واحد تاني جه بعد كده ماركت بربلنج نسمع رد سعادت النائب يا دكتور شكراً لك طبعاً يعني أنا بشكره على هذا التعليق وطبعاً الصورة عشان تحافظ على استمرارها عملية مش لعب وأي واحد يقف قدام صورة قائمة زي اللي بيحط صباعه في الكوبص بالظبط ما هم شركاء فيها برضو زي ما لا ما كانوا شركاء هم اتدعوا أنهم شركاء وأنهم هم اللي حموها ولكن ما حدش حماها لأن اللي يعني أما اللي بيحمي الحاجة يشارك فيها ويتحمل مسؤوليتها إنما هو قال لك نخلي الجماعة المجانين دول يعملوها وإحنا نقبأ في الأمان وعندنا تنظمنا ودعوتنا إلى الإسلام ما حدش هيقدر يقف قدام طبعا ده كان تقدير خاطئ لأنهم بعد كده لما كل يوم الصورة بتثبت أقدامها بيزيد غلهم ومتصورين إن احنا خدنا منهم حاجة احنا ما خدناش منهم حاجة ده من أول يوم في الصورة بقهم يتقولوا كلام ملوش طعم يقولوا الله إيه صورة إيه ده إذا كان لسه الأزان السلطاني ما زال يؤذن بيه إيه الأزان السلطاني ده أتريل إذا ما كانش يقبل الأزان اللي هما بيقولوه يعني يعني علشان ينفروا الناس من إنها تيجي الجامعة العلاقة قديمة ومليانة تشابكات لكن هو سألك عن محاكمة 54 تحديد طبعا إحنا لم نحاكم إلا اللي أخطأ أو اشترك في جريمة أو أعضاء مجلس الإرشاد ده المحكمة اللي أنا توجدت فيه إنما بعد كده جموع الإخوان الدجوي هو اللي كان بيتولى العملية وكان كل الهدف هو أقصى حاجة عشر سنين سجن عشان حمايتهم من أنفسهم فيه ستة خدوا إعدام ما أنا بقول اللي خدوا إعدام دول محدودين طبعا تبص لصورة فرنسا ولا صورة روسيا ولا أي صورة ده إحدى يعني ده كان الحد الأبنى لتأمين الصورة الصورات بتقوم لحماية الناس وليس لإعدامها لما تقوم بصورة بعمل كده وإن شاء الله حياكلوك على طول حد حك ما هو أنا مش عارف أم بصورة ده أنا غلبان طب لما أنت غلبان ما تخليت على قد ما أنا على قد يا وأنا بعمل حاجة سيادة النقد حدستاني عن نقطة مهمة جدا وهي عملية إرهاق الوجود الإسرائيلي طبعا الآن قلت لي أن إرهاق هذا الوجود ليس عسكريا وإنما اقتصاديا وسياسيا فدائيا أولا فدائيا أسمع منك بعد فاصل قصير كيفية إرهاق الوجود فدائيا وهل تعتبر ما يقوم بالفلسطينيين الآن في داخل فلسطين هو استمرار لهذا الإرهاق ولمسيرة ثورة يوليو؟ أولا أنا يعني لم أدعو إلى هذا المبدأ من فراغ أول مرة أقول هذه الكلمة كانت في أسيوت سنة 72 وبالتحديد يوم 4 مارس والناس في وقتها قامت بمظاهرات في جميع جامعات مصر وكان أشدها في جامعة أسيوت وبعتوا ناس علشان يهدوا الموقف ولكن أهل أسيوت دول ما يقتنعوش إلا من حد يقدر يقنعه طبعا فجولي وطبعا كان أيامها أنور السادات أنا في وادي وهو في وادي هو في جانب وأنا في جانب ولكن مع هذا مش قادر يقلني فبقيت يعني بقول اللي لازم أقوله في كل موقف وفي كل مجال كن إن كان ده بيتعبه أو بيقلق مضجعه ده ما بيعنينيشا إنما لازم أقوله اللي يازم يتقال فلما رأت في سنة 72 يعني أنا بدتيت كلمتي بحاجة يعني فيها شيء من العاطفة بالنسبة لجمال عبد النصر فبقول يعني أنا لأول مرة أحضر إلى أصيود بعد وفاة جمال عبد النصر وأن حق هذا الرجل علينا في البلد اللي أنبتته إن إحنا نذكر ما أنجزه خلال 15 سنة وما أنجزه لا يقع تحت حصر ولن يذكر له التاريخ في كل ما أنجز إلا أنه بصورة 23 يوليو استطاع أن يحرق واقع المنطقة العربية إلا أنه مات سنة 67 ولكنه تشبس بالحياة ليستر انسحابه من الحياة في سنة 70 وفي هذه المرحلة خاض أمجد معاركه عندما أعاد بناء القوات المسلحة وأقام قعد الصواريخ وبدأ حرب الاستنزاف فلما شعر بالأمان مات مطمئنا فتحية لنضاله وفاتحة لروحه بعدين دخلت فيه صلب الموضوع اللي هو إن أمل إسرائيل المستمر هو استدرجنا في معركة عسكرية هما بيملوك التفوق العسكري الذي تمده به أمريكا لغلط في أمريكا ولذلك أنا قريت كتاب لواحد يهودي اسمه أريي ألياف وبعد ما قريته في سنة 72 لقيته انتخبوه سكرتير لحزب الموبايل فعرفت إنه له وزن كمان وزن سياسي نعم وبعدين علمت إنه هو يعني استقال من هذا المنصب ليتفرغ لكتابه الأخير وهو أرض الميعاد كتاب بتاعه بتاع سنة 72 ده عنوانه غريب اسمه أين بيقول أهداف جديدة لإسرائيل وأنا حكلم فيه بتوسعه لإنه هو ده بيمس الإرهاق الوجود الإسرائيل أتمنى بس لم يعود كثير من الوقت معلش يعني هقولك المفيد المهم إنه هو في الكتاب ده بيقول خمس أهداف المهم الهدفين التانين غير الأهداف التقليدية بتاعتهم اللي هي احتلال الأرض ثم استجلاب اليهود ثم السيطرة الاقتصادية على المنطقة بيقول الهدف الرابع إعلان السيادة اليهودية بحيث أن كل يهودي في العالم يقبل رعية لإسرائيل اللي هو حصل الآن اللي هو حصل الآن لأنه خلاص ما بقاش فيه خشل ما بقاش فيه حاجة يتسطر وراها الصهيونية دي كانت مجرد سطار إنما الهدف الرابع هو إعلان السيادة اليهودية الهدف الأخير بقى هو يعني يسير العجب بيقول الهدف الخامس إن إحنا نكون وضعنا في المنطقة كوضع الخلافة الإسلامية التي تقيم الحكام وتسقطه عجيب وبعدين بقى في وسط الكتاب بيقول إن إحنا مقتلنا في حكتين الحرب غير النظامية والانفتاح على مجموعات كبيرة من العرب وإذا اضطرتنا الظروف إن إحنا يعني تفرض علينا أحد الأمرين أو كلاهما فالأفضل لنا إن إحنا ننسحب إلى حدود التقسيم بتاع 47 لأن بذلك نستطيع أن نباشر التعاليم اليهودية التي هي وحدها كفيلة بتنفيذ جميع الأهداف ولذلك كل ما يدور الآن هو إيقاف العمليات التي تدورها طبعا والنهاردة يعني مين اللي بيساعد هذه العملية مش إيران وحزب الله طب صورة إيران دي مش إضافة للإرادة الحرة كل ما تبقى فيه إرادة حرة أكتر كل ما يبقى فيه أمل للمستقبل اسمح لأسمع مدخلة عن صورة اليمن مع الدكتور محسن العيني رئيس وزراء اليمن الأسبق دكتور محسن تفضل دكتور تفضل يا دكتور آسف تأخرت عليك مرحبا أولا أحييك يا أستاذ أحمد حياك الله يا فن وأحيي السيد النائب وقد كان واحدا من أوائل رجال الثورة الذين زاروا اليمن عام 1955 وسمعته في باريس وهو يتحدث للطلاب العرب ويبلي إعجابه باليمن ويشبهها بسويسرا بالإيه؟ ثورة اليمن تشبهها بإيه سعة بسويسرا بجمال جبالها نعم ثورة اليمن التي تحتفل الآن بمرور أربعين عاما والتي هي ابنة ثورة مصر كانت متوقعة وجاءت في وقتها المناسب تماما طبقا لظروف اليمن فالإمام أحمد الإمام الإمام مات في 17 ستمبر 62 وبوفاته ذهب رعب الإمامة وجبروتها وكابوسها وتولى البدر وهو مقارنة بوالده شخصية بصيطة عادية لا يثير خوفا ولا رعبا ولا يستطيع أن يفرض نفسه إماما على اليمن فأقدم الثوار وما كان لهم إلا أن يقدموا على الثورة التي عملوا لها مع العديد من رجالات اليمن مصر دوما كانت ترعى الحركة الوطنية اليمنية ولم يكن من الممكن إلا أن تقف إلى جانبها الانفصال كان قد تسبب في جرش عميق للرئيس جمال عبد الناصر وكانت مصر قد أمضت عاما كاملا حزينا كئيبة تقصد الانفصال بين مصر وشهوله ومحافظا بعد مؤتمر شتورة والتهجم البديء على القاهرة دكتور لم يعد لدي وقت لو توجز لي بعد إذنك فكانت ثورة اليمن مناسبة لخروج المارد من قمقمه وساعدت اليمن وكان عون مصر ضروريا وبدونه ما كان للثورة أن تنجح ولا للجهورية أن تعيش أشكرك يا دكتور شكرا جزيلا تحية لمصر في احتفال أنا بأحيي ثورة اليمن وبعتبر أن اليمن كانت تستحق من مصر أكثر من كده لأن دخول الإسلام في مصر لم يكن إلا على يد عمر بن العاص وكان من ضمن قواته 3500 فارس من اليمن ويمكن مصر بتأدي دين عليها بأنها ساعدت في إخراج اليمن من تحت الأرض وأصبح قوة يعني مضافة إلى العالم العربي لكن عفوا سيد النائب فيه حاجتين بيأخذوا هنا الحاجة الأولى أن هذه الثورات مكنت العسكر من حكم الشعوب طوال الفترة الماضية ثانيا عبد الناصر أدى إلى أزمات كبيرة في الدول العربية مع الملك سعود ومع الملك فيصل ومع الملك حسين ومثل هذه الأمور فأيضا بيأخذ على ثورة يوليو بعد خمسين عاما الآن أن الصف العربي ممزق لم تقم ثورة يوليو بتوحيد العرب كما كان متوقع ثورة يوليو كدت بتتعامل مع شعوب كون أنه يعني بعض الحكام يتأثر أو ما يبقاش متفق دي قضية تانية أشكرك سعادت النائب هل تريد أن تقول شيئا في خدام البرنامج؟ لا أقول لك كفاية بقا ألف شكرا شكرا كل ثورة وانت طيب من عندنا كل سنة وانت طيب وكل ثورة وانت طيب شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الختام أنقول لكم تحيات فريقي البرنامج من القاهرة والدوحة وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعتذر لكل المشاهدين الذين لم أتمكن من أخذ مداخلاتكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا تكالا بقى خد العودة بتاعةك شكرا اشتركوا في القناة